بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة يا رب حبيباتي الغاليات هذه الفيديوهات هذا النوع هذا قريس الودنين في رمضان نسموهم قريس الودنين في رمضان حبيباتي الغاليات أولاً غدي نقول راكين بزفد السيدات خدامات موظفات الراتب ديالهم مزيان وغرقات كريديات هنا هاد السيدات را مك يعرفوش را فاشلت في التدبير والتسيير المالي هنا لا يعني علانه ما يبقوا حياتهم كلهم هما فاشلت ولكن را يقدروا ينجحوا إلا بغوا يتبعوا الفيديوهات ويتبعوا الاقتصاد ويتبعوا الطريقة ديالنا اللي متبعتها بنات خديجة الصحراوية ونجحوا الحمد لله داروا الديور ديالهم داروا الصيارات ديالهم تبارك الله عليهم داروا مشاريع ديالهم خدمات وكينات اللي الله بديت ومشيات مزيان وكينات اللي الحمد لله كيطلعوا كيطلعوا كيرجعوا يخسروه ولي هاد احنا ما بغيناوش يخسروه وخاصة الفاتشاء الرمضان بغيناك تبقوا شادي الاقتصاد طول السنة طيبية للأسة وبالطبيلة ديالك قديها من حقك تفرحوا ليداتك بالشهيوات وكل شي ولكن دائما بدون رمي الأكل في القمامة وبدون نعمروا تلاجأ بالصحون بالطباص العامرين بقايا الأكل وبدون ما نضيعوا الزيوت ونضيعوا بزرد الأشياء حيبة الغاليات هنا هي واحدة من بناتي الغاليات قلت لك السيدي هي ماتت الأم ديالها بقى الواليد ديالها اخواتتها كانوا مزوجات كبر منها هماتي ثلاثة هي مام زوجة يعني هماتي ثلاثة عندها ثلاثة دلاخواتات مزوجات هي كانت مام زوجات زوجت بواحد الراشل جابوا لها الله ولد الناس مزيان معها مهلي فيها كانت ديجا مشاري للساكن ديالو وسكنت معها في الدار ديالو ولكن وكيعطيها المصروف ديالها هي أو مصروف ديال الدرقات كيعطيني المصروف كان أعطيه قالت منه الواليد ديالي واحدة لباراقة جزاكي الله خير وهذا الله يسهل عليك إلا كان الواليد ديالك ما عندوش مسكين وكتعاونيه بارك الله وفيك الله يرضي عليك ولكن هنا يا أخوتتها ولو كي يستغلوها ويستغلو الزوج يالا كيبقوا يبكوا عليها ويجوا عند زوجها بيدون علمها كيقولوا له السلفنا 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 الزوج يالا كيفيق معار بعد صباح قالت هو كيبيع ويشري في دير تجارة وغير المحل غير كاريه وكاريه غالي يعني هنا قالت أنا بغينا نوفره باش نشروا محل ما نبقوش كاريه المحل أخوتتها قالت كيهر كيقطعوا لها جناح ديالا وكيبقوا يبكوا لها وكيقولها رجلك لابس عليه قولوا له رجلها راح ماشي من ذوك الناس غير مسكين عنده تجارة غير ولد ناس وعارف بحالاش يجمع جوج الريال على الريال يحتدر هذا المحل ودارها للدويرة قبل ما يتزوجه وهذا ولد الناس هذا النوع هذا الرجال راه مزيان أحسن الراجع يدير الدار قبل عاد يقلب على الزواج مشي يجي هو مفلس ويجي لانا كي بزفد عيال السيدات كيكون ولدها فالس ما 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 السيدات والسادة الرجال ولدهم تلقى واحد ولدهم موالو كيقول لك بلاتي نقلبوا لعبنة ناس تجمعوا وانتوما ولدكم رخصوا يجمعوا راس وانتوما تجمعوا رسكم عاد تقلبوا من الناس تلسقوا فيها مصيبة هذا ولد الناس هذا من الناس تبارك الله عليه كما كان قلوب المغربية حويدك الله يكمل عليه وعلى المسلمين جماعين وعلى الناس كاملة ان شاء الله هنا هنا اخوتتها من اللي شافو دار الدار ديالو يعطي المرتو مرتو يعطي مسكينة البهه شوية قالوا باللاتي هنا يجدهم جاجة بكمونها كما يقولون هذا بوضر ب دفست يقولون فلاما زبدة على الحوت مرتشنا يا زماب هذا سيتفهمو هذا حال جاجة بكمونها كما يقولون مع انو جاجة لا يدرج لكمون ايوا يا بناتي الغريات هذي هذي ان يقولوا ان يجمعوا الاخوات هذه هذي يقولها عيب عليكم وحشوما عليكم ورحشوما ورحشوما إذا لم تخرجوا على أختكم الصغيرة لمسكينة يالله دارت العش ديالها يالله بغت تكون باقي قام عند أوليدات يالله بغت الزوج يالله تشري محل باركة عليكم ركات هز الوليد ديالها باركة عليكم قاتل لكم راهنا كان أعطي واحد البركة للوليد نوضو حبيبتي عروع الاكتفاتكم سيروا حبيبتي خدموا ماشي الزوج يالله يمشي مع الربعة تصلاح انتو متنوع سوح ثلاث ثمانية تصراح جو تقول يعطينا هذا الشيء الذي خدمته من الربعة تصلاح تلدابه رات يحشومها ورات يحشومها نبقى اتكالي لها الدراجة هذه الفيديوهات كاملين كنت كنت أقول لكم لهذا خصنا هنا قد نقول لها بنتي شوفوا كاين اللي هو عنده يقدر يقول لي لا هذه البنت هذه لا تقدرش تقول لها لخوتاتها وزوجها ربما حتى هو طيب لدرجة لا تقدرش مسكين يقول لهم لا ولا غير كي يستلفهم يستلفهم ومشاولوا فلوسه وبقي ماشي معهم دا بحتة غادي يحفل سوى درجة ماسي نوري اقول لها سيروا حالك يا اما غادي تبقى حيتم متوترة بناتهم مشاكل غادي يجدو لها المشاكل ما زوجها لانو 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 لانكان مرتع ماليا ونفسيا وجسديا راكيكون مشكلها هنا الزوجة تطعوا عليه مالياً هنا يريد أن يرسوه مالياً سوف يدبس معها سوف يكون المشاكل لا يكون الاستقرار فهمتوا يخرجوا عليها و ترجعوا و تبقى يوبها من عندهم سوف يخرجوا عليها هنا هنا السيدات الذين لا يقدمون يقولوا لا و احتى الرجال الذين لا يقدمون يقولوا لا لا يقدموا تجدوا تجدوا لا يقدموا هنا سوف يقدموا تجدوا هنا سوف يدري معهم كذبة باستخداموا من المصيبة سوف يقولوا لا يقدموا تجدوا 40 مليون حساب الشحل و لا يتشدد لا يقدموا تجدوا هنا لا يقدموا أعطيني أختي سلفيني و أعطيني فلوسي قالت لك أنا لا يقدم و أقولوا أنه سوف يقوموا و هو و أعنوا أعنوا و هذا ووقت ما يدخلوا و اصنعوا و لا تدخلوا و يدخلوا و تنبت هذا هو الحل وانتوما متتبعاتي وانتوما متفقات معي كان شي وحدة فيكم انا صراحة ما عمرني مريت بهذا الشيء انا كنقول لا ما بغيتش صافي من الناس اللي بحل كي قلوب المغربية مقصدرين ولكن انتوما البنات اللي عندها شي حيلة تحطها هنا في هذا الفيديو نعلقوها في الاول كومنتر لكي تجاوب خواتتها اللي بغي قطعوا ليها ماشي جناح جناح قطعوا وبغي يوكلوا ليها وكل شي يخلوها تطلب في الزنقة حيباتي الغاليات هنا معنا نورة ابراهيم كان في القناة معنا متتبعا وفيا للقناة قالت عافكم الله يجازكم خالتي خديده ولبنات المتتبعات دعوا معايا الله يسدد عني الدين ويعاوني حيث قريب حيث قريب الفرج هش الفرج نخلصوا بإذن الله في أقرب وقت يعني دعوا معاها تخلص الدين ديالها في هذا الشهر هذا اللي الله سبحانه وتتقبل فيه الدعاء بريتكم كاملين ندروا إديكم لله وطلبوا الله يخلص عن نورة إبراهيم ديون الدنيا والآخرة ويخلص عن جميع الناس ديون يا رب العالمين وعنده مريض الله يحقق وعنده أمنيات الله يحقق الجميع البشرية يا رب العالمين حبيبتي الغليات هنا سوف نمشوا هذا الجواب هذا وهذا المشكلة لديه السيدة الحل مهم لكم كاملين يعني سمعوهم بشيء سوف تستفدو منه هنا قالت الزوج وكل نهار يدخل يعني شهر يقدر يجيب واحد المبلغ الشهر الأخر مبلغ أقل الشهر الأخر مبلغ أكثر يعني على حسب البيع دياله قال لي هما نقدرش نعطيك كل الشهر مثلا نفس المصروف أو كل نهار خاصة نعطيك شي حاجة نعطيك تقدع لأنه بغوا هنا عندنا واحد المحل تجاري خاصة نعزلو الأمور باش نفهمو المحل تجاري ديالنا سوف يدخل هذه الملصاكة أكيد عنده واحد الريجيسر كيف يشري كي يدير التجارة دياله المصاريف دياله كيف يخرج كي يشري السلعة وكيف يبيع الناتج لإنتاج الربح دياله وكيف يدير لتجارة دياله وكيف يدير في الناتج وكيف يدير كيف يدير كل شهر ولكن السيدة في الدار هي ضروري لكي تدير لكي تستهلك في الدار المصاريف الثابتة هي اللي خاصنا كل شهر نديروها ولكن الغير ثابتة نستغنى عليها شهر شهرين ثلاثة ولكن الثابتة ضرورية منها الكرة الماء الضول التليفون الانترنت الأكل الشرب المواد تنظيف ومواد تنظيف البيت هدو ضرورية لكل بيت هدو هما المصاريف الثابتة هدو المصاريف الثابتة خاصنا نعطوهم واحد السقف يعني معقول ما يكونوش مثلا نشتروا الماحل التجاري نشتروا أغلى برودوية ديال غسل الملابس وأغلى برودوية ديال غسل الشعر وأغلى تفاح وأغلى لا كان شو على الدخل ديالنوع على شنو اللي باقي تابعنا في هاد الحياة لأن الحياة راه ماشي اليوم المصروف ديال راه ماشي غال اليوم راه خاصك تفكر لغدة لأنه غداء الدخل راه غادي ينقصك ما قدلكم راه كل ما انت داب عندك واحد تونيل غاديا فيه هادك تونيل راه واسع فيه الضو ولكن كل ما انت ما شاف العمر هادك تونيل راه كي ضياق وكي ضلام عليك شوية لها شنو كي ضلام كي ضياق لأن الحياة الصحة ديالك كتنقص والراتب ديالك كيدخل وذيك ذكى ضلام دياله ويهو الراتب ديالك كينقص ما بقى بحال في البداية فاشكن عند عندك الصحة لأنه فاشكن عندنا صحارات الدخل ديالنا مزيان لهذا خاصنا من ما حد نحنا عندنا الداخل الدخل ديالنا ونحنا عراء واسعين من التسعين في التونيل نجمعوه فاشي ضياق علينا التونيل نوسعوه لهذا خاص هاد السيدات هادو تابعوهم باقي وليدات قرية قرية في مدارس أخرى عالية تابعوهم مصاريف تطبيب تابعوهم بناء بيت تابعوهم شراء سيارات تابعوهم دوزي البيرميل لوليدات تابعوهم بزاف دلحاجات هاد الشي كان الخاصة تداخله من باقي لوليدات صغر للمشي تيمتبع لوليدات في الملابس وفي الاكل وفي الشر لوليدات رغم عارفين نوالو رغم عارفين غادي يجيك لولدك يقول لك اعطيني ممي انا بغيت واحد لعباتي الميتين درهم وثلتمية درهم اذا عطيت يالو غادي يقول لك بغيت الف درهم ونهار يكبر بغى الفين درهم لهذا وقفي وعرفي حتي حساباتك انتي غادي تجيل لبيت ديالك ويتعرفي شحال انتي كتصرفي في البيت المصاريف ثابتة غادي تحطي لزوجه لك ذلك الرقم ها انت غا تعطيني النهار اللي تدير الحساب ديالك وتجمع وتحييد راس المال وتحييد تحط البنفيس اللي هو التحط البنفيس وãyتحطيني من هذا الناتج من بعد ما حيييتي منه راس المال غايت تعطيني منه المصاريف ديال البيت لانك انت مسؤول على هذا البيت النهار تشوفي النهار الذي تحييد منه راس المال ويفرقوا الزوج ديالك على البيت وما يكفيك في البيت وما يبقاش الادخار هنا أعرفي راه التجارة هذه خاسرة ومشي ناجحة يا إما غادي تخرجي حتى أنت تخدمي يا إما الزوج ديالك غادي غادي غاير تجارة أو غايد يضيف معها شي حاجة أخرى أو غايدير شي عامل أخر لأنه هذا ماشي هو مكافيكمش في العيشة ديالكم لأنه العيشرة ماشي نلبسوه نوكلوه ونشربوه ونطورو به ذاتنا ونطورو به مهاراتنا في العمل في التجارة نديرو مشاريع أخرى لأنه لأول تغير على حاجة واحدة راما كما نقول الموظف رأى وقالت لكم اللي عندها مكينة الخياطة تدير جوج دير ثلاثة اللي عندها الحلويات تدير تدخل معها ناس لماذا؟ لأنه نار تكبر يبقى هذا المشروع لأخدام باش يبقوا فيه ناس خدامين عليها هي وهذه النصيحة اللي بريت نعطيكم كاملين حيباتي الغاليات هنا غادي نتكلمو على واحد المشكلة حطتها صحراوية متعدلة قتلك هنا اختي خدي جاعة فك هدرينا على الموضوع ديال واحد البنت صاحبتي عمرها 23 سنة توفزو جيالا في فرنسا وعندها لن تريد ديالو مبلغ من المال عايشة به هي ولادها ولكن كي جوها عروض للزواج وهي متخوفة بزاف بغات ناصيحة ديالاك خايفة إلات زوجت تسمعه مزيان خايفة إلات زوجت تندم مع الوقت يعني خصوصا أنها غادي تمشي لها الخلصة يعني لاغو تغير ديال زوجت لها غايمشي لها ديالها فقط ماشي ديال الدراري يعني الراتب ديال الدراري هدك طبعا غيبقى وأيضا واحد المسألة كذرها في خاطرها لقب الأرملة الهجالة كيف ما كيقولوا لها في هذا المجتمع نتمنى منك الإجابة أخالتي جزاكي الله خير أولا كين بزاف ديال النقطة نايم خلطين عند صاحبتك هذي شكرا بعدها لحطيتي هذا المشكل هذا وهذا المجتمع حليا هذي المشكل كان عند بزاف ديال النس عند بزاف الأوسر يعني كتلقى عندهم بنتهم هذي كيبقوا يلوحوا عليها بزاف أولا الداخل ديال أولا هذي البنت باقي صغيرة ثلاثة وعشرين سنة باقي صغيرة ومن حقها تزوج وعندها وليدات انا ما عرفت يا تبارك الله عليها شحل دوليدات عنده يالله ثلاثة وعشرين سنة يعني البنات فاش تكونوا يالله عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ستو عشرين ستو عشرين ستكيسوا ولدو يعني الله يحفظكم وليداتكم ولكن صبروا شوية أعلى صحتكم انتو ما صحتكم راه المرأة كيمشي لها القالسيوم من الجسم ديالها راه كتدور صحة ديالها راه الوالدة ديالها وراحت من ناحية بينا يوز زوج ديالها في السيرير جيبي وليدات ولكن صبري يعني كل ما بين وليد وليد دريب على الأقل ديك 4 سنوات تقدر يمشي عد تزيدي هذا باش تكون صحتك مزيانة هذه نصيحة وحدها من غير خارج على هاد المشكل ديال هذه البنت هذي المهمة على شكل تالي انه هي عندها 23 عام وعندها وليدات يعني عندها جوج يمكن ثلاثة الله يعلم الله يرحم الزوج ديالها ياك ولكن هاد البنت هذي مثلها خبطة خايفة الفلوس يمشوا لها خايفة من الناس شغي يقولوا ياك هجوجد الناس وخايفة لا هي تندم هلش غايت ندم غايت ندم على الفلوس ليمشوا لها شوفي هنا كما تزوجت بالزوج الأول ربما تزوجت بي هي باقي ما عندهاش عمل مستقل ديالها انا كان نصيحة لهاد البنت هذي كان ننصحها وننصح اي سيدة زوجت تفارقت مع الزوج او دها الله سبحانه وتعالى الله يرحموه وهي مخداماش اول حاجة تفكر فيها قبل ما تفكر في الزواج تخدم اول حاجة تفكر فيها قبل ما تفكر في الزواج وهي تستقل ماديا تخدم دير استقلال مادي لها هاد السيدة هذي اللي كان في فرنسا وهي 23 سنة باقي من حقها تمشي تقرأ باقي من حقها تخدم دير وخصوصا هي كاينة في بلد اوروبي يعني كاينة فين تخلي ولداتها كاينة المدرسة تقابل ولداتها ما تخاف عليهم يعني مخاف عليهم ولكن يمشي لدرجة في بعض الاحيان لانه في المغرب في المغرب المدارس العمومية الى كان الأستاذ ماجاش كاينتلقوا دراري لزن قصروا لداركم يعني موهيين ربما الولدين ديالو خدامين ربما عذاك الولد ما كيعرف مشي لدارهم بوحده ربما بزاف المهم يعني هنا من هذه الناحية ترونكيل او متهنية او مرتاحة خدمي دير انتي شي حاجة لنفسك هي عندها 23 سنة دابا نسي الزوج دابا عيشي داي عيشي العزاء ديال الزوج ديالك عيشي عزاء هذاك الزوج عيشي حالة مرحلة أرملة سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة لماذا؟ كي تشعر ولداتك يحسوا على انك ماشيك انتي جايبة واحد الشخص مشا بديله ولداتك انتي باقي صغيرة من حقك تزوجين لكن بعدها انتي لصبرتين خمسة ستسين ستكون عندك 29 عام كينات قدك باقي ما تزوجوا اكبر منك باقي ما تزوجوا يعني صبري شوية حتى تحضني ولداتك تحوزي عليهم تحضنيهم بنعسي حداهم تقري لهم قصص تعاودي لهم على بغم الله يرحموا تحاولي تدير اليتيم رصعيب حاولي تحييجي له ذيك الغصة اللي عنده في الرقبة دياله حاولي ترضيه عاد تفكري في اسميتو هدف جيه عادك ساعة مشي وانتي في هاد المرحلة حاضنا ولداتك مشي ديري استقرار استقلال مادي استقرار واستقلال هنا قرأي استغلي هاد الراتب ديال الزوج لاغتغيت دياله الله يرحمه وقرأي بيها طوري بيها مهاراتق وخامة يشيط لك غير مئات أور وقدرها في التوفر ولكن إذا لمشي تدر تنتيج شي تكوين شي تكوين شي صنعة شي حرفة شي خدمة ما قدرتيش ما عندكش اللغة ما عندكش ما يعني ما عرف راسك ما غاديش ما عندكش أصلا مثلا شواهد يعني ما قريش يعني ما عندكش ما تقدرش دخلي الجامعة أو شي حاجة أو شي مدراسة أو هذا على الأقل خدمة دخلي السوق العمل سيري تسجلي في العمل بشي عيطو لك الخدمة قلبي على الخدمة قبل الميناج وقبل لوليدات واخرى مشي عيب مهم عندك استقرار مادي خدمة شركة خدمة وشي وزين خدمة اه وقلبي الخدمة خدمة من التي تخدمي أكيد غد يحيد لك شوية ديال أسميتو ولا قد تغيير مهارات والزوجي لك ويحيد لك كم امعرف القانون ده يتغيره بالزعاف الحوايج ولكن على الأقل لكن عندك استقرار مادي ما يهمكش هذا الزوج لا يمشي لها مثلا يضعوني ألف أورو على زوجي مات وأنا لا سنبقى عنا سقل 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 يكبرون الوليدات ستحيد الالوكاسيون الوليدات هذا الالوكاسيون الوليدات أو الراتب الخاص بالأطفال لتلبسيهم لتلعبيهم لتخرجيهم وكي توفر لهم من نوف الحساب البنكي ليس شيء لكي نصرفو به على الدار نحن نقص لك هذا الزوج ونقص 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 خدمي بعدك نعيشي حياتك خدمي رأى الخدمة تايرة فيها عيشت الحياة كتشوفي الناس كتخرجي أما لو كانت غالسة وتحاني زواج أخر هنا أنا كنحس بها السيدات مضيعة حياتهم ونحس بأن المرأة ليس لديها استقرار مادي إلا إذا كان غصبا عنها يعني كان السيدات اللي لحكوه أحد المرحلة ما تلاوش يقدو كان السيدات اللي أزواجيهم صعاب بزاف وما يقدام معاهم في الزواج يعني عندهم مريدات لا يقدروا يغيروا حتى شيء هنا هدو ماشي مشكلة ماشي ماشي مشكلة لكن هما ضيعوا بزاف في حياتهم ولكن زالبنات اللي باقي صغرات يلاهم تزوجات وما كي يقلبوا يخدموه كي يبقوا عايشين عالة على الزوج عالة مقولوها عالة وخوه مسؤول عليك يغيلك ولكن النهار يحيد هو رغت طيحي سأضعك محتصورة تعبيري هنا تحت هذه بلاسة رغت طيحي رغت طيحي رغت طيحي رغت طيحي رغت طيحي رغت طيحي لانا كنتي كنتي مسند على الباك من عند الباك جيزي لعند الراجل من عند الراجل تتراجعي لباك تتسند عليه ولا أخوك ولا تبقي تبكي وتشكي والنهار التالي وتتقلبي على راجل أخر تسند عليه هناك نحس على أن هاد الناس هادو بقي ما فهمينش الحياة بقي ما فهمينش الحياة لهذا هاد ذنتي الغالية حبيبتي صحراويهم تعدلها أنصحي صاحبتك قل لها تحضن ولدها يلاولا وتعيش الدوي على راجلها مع ولداتها وتمشي تقلب على خدمة نهار تستقر ماديا من حقها تتزوج ومن حقها تدير حياتها مع أولادها والراجل خاصه أولا وقبلا وكل شيء وبعدا وكل شيء يقبل على أولادها ويقبل وخاصة تشوف هاد الزوج الزوج يكون مثلا تجيبوا معها لدارهم يجي لدارهم ويشوف أولادها وتقولوا مثلا اليوم يهتم بالأولاد ولكن هي معاه وتشوف واش قابل على الوليدات واش يصبر على الأولاد ويشوف أولادها ويشوف أولادها ويشوف أولادها خاصة إذا كانوا أكثر من واحد هذا هو الحاجة لو لا تفكر فيها تفكر في الزوج والله إن شاء الله يرحم زوجها والله يسهل حياتي الغليات نكتفوا بهذا القدر من الأجوبة نتمنى أعجبكم هاد الأجوبة هادو واني بيكم ورأي نحبكم كامل